يا اهلا بكل متعبين قراءات ملخص فيلم من كل مكان في الميناء النهاردة لو عشاء القصارة والتشويق بيبدأ في الميناء ومعلمة زي الأمر واسمها كيت وبنعرف انها بتدرس لغة انجليزية وفي يوم وهي في المدرسة وبتشرح الدرس بتاعها باللاحظ ان الطلاب في الحصة بتاعتها وهي بتشرح مش بيكونوا مهتمين بشرحها وبيكون في طلب ماس الكتاب وبيقراه والكتاب عبارة عن قصة وملهاش اي علاقة بالدرس بتاع المعلمة كيت وكيت كانت بتحاول انها تقرب منهم وبدل ما تمنعهم ان يقرأها بتوقف كيت شرح الدرس بتاعها وبتطلب منه ان يقرأها الباقي زماله في الفاصل والطالب بيوافع على طلب معلمته وبدأ يحكي القصة وباللاحظ ان القصة بتشد انتباه الطلاب كلهم حتى انها بتشد انتباه كيت نفسها وفجأة بيدخل موديل المدرسة عليهم وبيشوف ان كيت مش بتدرس المادة بتاعتها وبيتصد من المواقف اللي شافه والطلاب اول ما بتشوفه بيخرجوا بسرعة من الفصل والموديل بيطلب من كيت انها تروح له المكتب بتاعه ولما بتروح له بيكون متدايق منها جدا وبيقولها انها فشلة وما ينفعش انها تدرس وانها ما عندهاش اي جدية في التدريس وبيطلب منها انها لازم تستقيل وكيت طبعا بيكون متدايق وحزنة جدا وبعدها بنشوف واحدة اسمها ميجان وكان عندها مقابلة شخصية مع مسؤولة التسويق بالشركة وميجان اثناء المقابلة كانت بتعرض مستحضر تجميل عشان تبيعها للشركة ولكن بيكون واضحة لما سؤولة التسويق انها مش مقتنعة بالمستحضر اللي عرضته عليها ميجان وطبعا رفضت المنتج بتاع ميجان وبتنهي المقابلة معاها وبتخرج ميجان من المقابلة وطبعا بيكون واضحة لها انها متدايقة وحزنة جدا والسوح حزها لما بتخرج من الشركة بتشوف عربية الشرطة وهي ساحبة العربية بتاعتها لان ميجان كانت توقفة في مكان مخالف ما هي المصايب لما بتيجي بتيجي وراء بعضها وبعدها بنكتشف ان ميجان وكيد اصدقاء وبيعيشوا مع بعض في نفس الشقة وبالليل بيكونوا متجمعين وكل واحدة كانت مندايقة وحزينة لان للأسف كل واحدة منهم خسرت شغلها واللي اتنين كانوا بيحكم مع بعض وكل واحدة كانت بيحكي عن اللي حصل معها خلال اليوم وكل واحدة كانت بتحاول تهون على صحبتها التانية وفجأت غير الموت بتاعهم وقعدوا يتحقوا يهزروا مع بعض وبعدها ميجان بتقترح حلكية صحبتها انهم يروحوا رحلة تلفهية عشان ينسوا المواقف اللي حصلت لهم وعشان يخففوا عن نفسهم شوية ويكون عندهم طاقة ايجابية عشان لما يرجعوا يبدأوا حياتهم من جديد بكل نشاط وقبل ما كيت تقول رأيها بالموافقة والرفض بتتفاجئ بميجان وهي بتقول انها بالفعل اشترت تسكرت اليوم هما الاثنين ومعاد الطيارة بعد ثلاث ساعات كمان وطبعا كيب بتتصدم جدا من مواقف ميجان وبتكون مش منسدها لعملته صحبتها لكن مش بيكون قدامها اي اختيار تاني وبيبدأوا كل واحدة فيهم تجاهز مستلزمتها الشخصية اللي هتستخدمها في الرحلة وبيركبوا تاكسي وبيروحوا على المطار ولما بيوصلوا بيشوفوا قدامهم طابر طويل وبكده للأسف ممكن يفوتهم الطيارة بسبب الاجراءات اللي هتحصل قبل ركوب الطيارة وميجان بتفكر في حيلة تستخدمها عشان مش عايزة تتأخر على الطيارة وبدأت انها تتقرب بواحد من الموظفين في المطار وكالب بتتغازل معاه والموظف بيعجب بميجان وبيسمح لها هي وصاحبتها كيت انهم يروحوا يركبوا الطيارة وهم في الطيارة بنشوفهم قاعدين وفيه شاب واسيم واسمه راين كان قاعد وسط ميجان وكيت وبنشوف ميجان وكيت ابتدوا يحكم معاه ويتقربوا منه والاتنين اعجابوا به وبعد محادثات كتيرة حصلت بينهم بنشوف كيت تعبت ونامت وفجأة الطيار بيقول لركاب الطيارة ان الرحلة هيتغير المصار بتاعها من مدينة فلوريدا الى مدينة سانت فلوريس وده بسبب العصر المفاجئ اللي حصل في مدينة فلوريدا وانهم مش هيقدر يروح لمدينة فلوريدا ولما بيوصلوا لسانت فلوريدا بنشوف ميجان وكيت وهم في الفندق عشان يحجزوا غرفة لمعادر رحلة اللي هترجحهم مرة تانية لبلدهم وبيكونوا مدينين جدا ان الرحلة بتاعتهم اتلاغت فجأة وكيت كانت بتعاتب ميجان انها السبب في الوضع ده وقالت لها انها ندمان انها مرفضتش من البداية الرحلة ونتيجة قرارها الرحلة الترفيهية اتلاغت واصل البلد الغريبة دي وبيقوا في سانت فلورينس بدل من فلوريدا وهم عندي الأسانسير وبيتكلموا فجأة بيخرج منه راين الشاب الوسيم اللي كان قاعد معهم في الطيارة وبالصدفة كان حاجز في الفندق اللي هم حاجزوا فيه وبعدها راين طلب منهم انهم يتقابلوا بالليل وهم طبعا ما صدقوا وبدون اي تردد فبيوافع على طول وبيكونوا فرحانين جدا ولما بيدخلوا الغرفة بتاعتهم بنعرف ان ميجان نسيت الشنطة بتاعتها في المطار وبتطلب من كيت انها تاخد منها فستان عشان المقابلة بتاعت بالليل لكن كيت بتقولها انها مش معها غير فستان واحد جايبة معاها وللأسف هي هتلبسه في المقابلة بالليل وبعدها بنشوف كيت نزلت وقابلت راين وراين سألها عن ميجان صاحبتها والسبب اللي ما خلاش تجي للمعاد وقبل ما كيت ترد عليه فاجأة بتوصل ميجان وبتكون لابسة لبسة هندي استلفته من واحدة من النزلاء في الفندق وبتكون شكلها جزاب جدا ولما بتروح لهم بتتأسف لراين عن التأخير وراين بنبهر جدا بجمل ميجان وبدأت ميجان وكيت يرقصهم مع راين وكل واحدة فيهم كانت بتحاول تغري راين بأي طريقة وميجان كان بترقص بطريقة فيها اغراء جامد جدا وكان في واحد صاحب راين واسمه كريك كان منبهر جدا بميجان وميجان وهي بترقص فاجأة الرمان بيبان وكريك صاحب راين بيروح لها وبيغطي رمانها بيطقيها بتاعته وبعدها ميجان بتزبطه دمها وبيكرر ان هم يرجع لغرفة بتاعتهم وبعدها ميجان كان بتقترح لكيت انهم بكرة الصبح يروح لرحلة المطاط لكن كيت بتتعصب عليها وبترفض بشدة وبتقول لميجان انت عارفة اني بخاف جدا من المرتفعات وميجان قالت لها مفيش مشكلة ممكن انت تروح للمتحف بكرة لوحدك وانا هاخد معايا راين للرحلة دي وطبعا كيت بتغير جدا على راين وبتغير رأيها وبتوافق انها تروح معهم الرحلة وده لانها مش عايزة تدي الفرصة لميجان انها تكون لوحدها مع راين وتاني يوم الصبح بتروح ميجان وكيت لراين وبيكونوا حجزوا التذاكر للرحلة على المطاط وميجان بتقوله انهم حجزوا تلاتة تذاكر ليهم وانهم هيكونوا مبسطين لو جيه هو معاهم وميجان وكيت كانوا بيقنعون انه يجي معاهم وفي النهاية راين بيوافق ولما بيوصلوا للمكان بيركبوا هم التلاتة ومعهم الشخص المسؤول عن المطاط وبيبدأوا الرحلة بتاعتهم ولما بيطلع بالمطاط على ارتفاع 500 قدم كيت بتشوف المنظر وبتخاف جدا وبتنهار وبتعود جوه المطاط وهي مرعوبة وراين كم يحاول يهديها وميجان بتدايق جدا منها لانها غرت على راين وكي بتحاول تتكلم عشان تجذب اندباه راين ليها وبعدها ميجان مسكت مشروب غازي وفتحته لكن الغطى بتاع الازازة بيطير لفوق ناحية البلون وللأسف بيخرمه وطبعا سواء المطاط بعد كل الفوضى اللي حصلت بيرجع كلهم للفندق وراين بيقول لهم انه مش هيطلع للغرفة لكنه هيروح لحمام السباحة عشان عايز يسترخي شوية وبعدها كيت بتكرر انها تلبس فستان مسير جدا وطبعا عشان تنزل لراين على حمام السباحة وتغري به وتبعد ميجان عنه ولما بتنزل لحمام السباحة بتكون كيت جذبة جدا وبالفعل راين بيعجب بجمالها وبينجذب لها وبتنجح خطتها لان راين شكله اعجب بيها وبيرحوا بيقعد معاها وطبعا ميجان بتدايق جدا لانها كانت عايزة تجذب انتباه راين وبتنزل للمياه عشان تعوم ولكن وشها بيغبط في المياه وعينها بتوجهها وطبعا الاتنين الاصحاب بقيوا اعداء وكان كلامهم قليل جدا مع بعض وكل واحدة فيهم كان بتخطط انها تبعد التاني عن راين وكانوا بيفكروا في حيلة عشان يخلوا راين ينجز بها هي وتاني يوم الصبح وهما بالقافية كيت وميجان بيشوفوا راين وهو هيمشي من الفندق وهما بيتصدموا جدا وبيرحول عشان يسألوها ورايح فين لكن راين بيقولهم ان رايح هو وصديقه كريك يحضر حفلة زواج صديقهم وفجأة وبدون اي مقدمات بتطلب ميجان وكيت من راين انهم يروحوا معاهم وراين بيوافق وبيرحب بيهم وبيركبوا العربية وبتحركوا من الفندق وبيكون مدة السفر 17 ساعة عشان يوصلوا لمكان الحافلة وبنشوف ميجان وهي ركبة جنب راين من ورا وكيت كانت ركبة جنب كريك وهو بيسوق وكيت كانت متضايقة من الوضع ده لانها كانت عايزة هي لتقعد جنب راين وطبعا هما الاتنين كانوا بيحاولوا يضايقوا بعض وفجأة كيت تظهرت انها عندها ألم في رقابتها وطلبت من راين انه يعمل لها مساج وطبعا ميجان بتتعصب من كيت صديقتها وبتكرر انها تتخلص منها طول الرحلة وبنشوفها وهي بتحط حبوب منوامة في مشروب كيت عشان تنام وتخلص من حيالها طول الرحلة ويكون قدامها الفرصة انها تتقرب من حبيب قلبها راين وبعدها ميجان بتدي المشروب لكيت عشان تشربه لكنها بترفض انها تشربه لكن فجأة كريك بياخد المشروب من ايد كيت وبيكون عشان جدا وبيشربه هو وفجأة وهو بيسوق بيبانى عليه عدم الاتزام في السواقة لانه بيغلب على النوم وبيكرروا انهم يقضوا الليلة دي في فندع الطريق وبالليل بنشوف ميجان وكريك وهم قاعدين مع بعض وفي نفس الوقت راين كان واقف مع كيت وبيقول لها انه كان نفسه يتكلم معها لانفراد لكن مش بيكون في فرصة انهم هيتكلموا مع بعض لان ميجان على طول معاهم وقال لها انه هو معجب بها جدا وبدأ يقرب منها وعمله كمان شاي بحليب مع بعض وتاني يوم الصبح كيت كانت في القافية بتفتر وميجان بتجيلها وبتحكي معاها وميجان بتقول لها انه ما ينفعش نخسر صداقتنا ببعض عشان شاب لكن كيت بتقول لها انها حبة راين وانه هو كمان بيحبها وانهم عملوا شاي بحليب مع بعض لكن ميجان بتصدمها وبتقول لها ان هي كمان عملت علاقة مع راين وبدأوا هما الانين يتخانوا مع بعض ويبهدلوا الدنيا وبيقصروا متعلقات في الفندو وبتحصل فوضى في المكان وبيع عليهم دولاب خشب وطبعا المسؤولين في الفندو بيطلبوا لهم الشرطة ولما بتيجوا الشرطة عشان تعتقلهم كريك بيبلغ ميجان وكيت ان راين اخذ عربية ورح لوحده على الحفلة وقال لهم على الحقيقة وهي ان راين رايح للبلد دي عشان هو اللي هيتجوز مش صاحبه وللأسف راين خدحهم هما الاثنين وهرب وهما بيضايقوا جدا وكرروا انهم لازم انتقموا منه وميجان وكيت بدأوا يترجوا الشرطة ان هما يسبوهم لانهم لازم يروحوا لحفلة وينقذوا البنت اللي هيتجوزها راين من خداعه وبتتأثر الشرطية بكلام ميجان وكيت وكررت انها تطلق صراحهم وسمحت لهم انهم يمشوا وبعدها ميجان وكيت بيركبوا التاكسي وبيروح للمكان اللي فيه حفلة الزفاف ولما بيوصلوا للمكان بنشوف ميجان وكيت وهما مع راين وكانوا بيواجهوا بغلطه لكنه تعصب عليهم وزعق لهم وقال لهم انه مش غلطان لانكم من البداية انتو اللي بدأتوا تتغازلوا فيا وكل واحدة فيكم كان بتحاول انها تتقرب مني عشان تعمل معي يا شاب حليب وانتو الغلطانين من البداية وانه عمل كده عشان يرضوا كل واحدة فيهم وبدأ راين يترجوهم انهم ما يضمرش زواجه وفاجأة بتوصل البنت اللي هتجوزها راين وهي مبسوطة جدا ولابسة في السن الفرح ويبيكتشفوا من كلامها وتصرفاتها مع راين انها صعبة جدا في كلامها وانها مسيطرة جدا على راين وانه بيخاف جدا منها وبيعرفوا انها بنت سيئة جدا واكيد هتتعب راين ومش هيكون مبسوط ولا مرتاح معاها فبيكرروا انهم ما يضمروش الزواج لان ده هيكون اكبر عقاب لراين وهو انه يعيش عمره مع واحدة زي دي وتتعبوا في حياته وقبل ما بيرجع لبلدهم بنشوف ميجن وهي بتزور كريك وبتعتزله انه كان بيحاول يقرب منها لكنها ما دتلوش الفرصة انه ارتبط بيها وقبل ما تمشي بتجرع له وبتبسه وبتمشي وبعدها ميجن قالت لكيت انها قررت انهم يبعد عن بعض لانها عايزة تكون مسؤولة اكتر بحياتها وكيد بتوافعها الرائع ولما بيرجع لبلدهم بنشوف ميجن وهي سكنة بغرفة منفصلة عن غرفة كيد لكنها بتكون غرفة جنب الغرفة بتاعت كيد شوية وبعدها بتروح كيد للمدرسة وبتبلغ المدير انها قررت مش هتستقيل من وظفتها والمدير بيقول لها ومين قالك ان عايزك تستقيل من الوظيفة وقال لها انا كنت بحصر معك مش اكتر عشان تنتبه المرة الجاية ولازم تاخد الامور بجدية وفجأة بيطلب منها المدير انها تكون المدربة المساعدة لفريق كرة السلة بالمدرسة وكيد بتفرح جدا بالخبر ده وبتوافع على طول وفي اخر المشهد بنشوف ميجن وهي بتتكلم مع كريك على النيت وكيد بتحاول انها تقرب منه وتغريه وشكلها تاخد مصار تاني في حياتها بدل من استعدارات التجميل اللي فشلت فيه وبكده بيكون خلص في المينة النهاردة ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك وهم حاجة اشتراك بالقناة فارق جرس عشان لقصة عندنا ملخصات نارية كتير جدا ونشوفكم في فيديو قادم سلام